حرب لا تريد لها الميليشيا أن تنتهي ففي محافظة شبوه تواصل الميليشيا الحوثي والمخلوع صالح انتهى كهل الهدنة المعلنة والاتفاقية التي تشرف عليها لقنة تثبيت وقف ضلاق النار في جبهات بيحان وعسيلان حيث تواصل الميليشيا ضلاق صواريخ الكاتيوشة وقذائف الهون على معسكرات القيش الوطني من اللوائن التاسع عشر مشاهو الحادي العشرين ميكا بالإضافة إلى استهدافة لمنازل المواطنين في ضواحي مدينة عسيلان والأكثر من ذلك محاولة المستمر لاستعادة فاض المواقع الخضر على الجيش الوطني في جبهة الصفراء الشرق المديري في حين يؤكد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الالتزام بشروط الهدنة مع الاحتفاظ بحق الرد حاول أنه يسيطر على المواقع الذي فيها الجبهة فيها المقاومة الشعبية والوواحد وعشرين ولكن أتصد دوله وردوه من حيث أتى الخروقات التي ترتكبها الميليشيا تأتي بعد الإعلان عن آلية تنفيذ وقف ضلاغ النار التي دعت كل الأضراف لإيقاف العملية العسكرية في عسيلان وبيحان وإدخال المساعدات للمواطنين والبت في معالجة ملف الأسرى إلا أن الميليشيا لم تلتزم بشيء من ذلك لم يلتزم الحوثي بالهدنة وقد قام بخرقها في عدة مواقع في جبل قندل وفي الخيالة وفي قرن الصفراء وفي قرنات لقطة وقام بالهجوم الشرس على تلك المواقع ولكنه عاد استمرار الميليشيا في عمالتها العسكرية في مختلف الجبهات يوازي تعنت سياسي للوهد الذي مثلها في مشاورات الكويت وإصراره على التمسك بشروط بعيدة عن إقلدة القرار الأممي الذي يتزمها بالانسحاب من المدن وإيقاف حربها على اليمنيين إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوه شكرا